فساد أسكم الأنوف منذ سنوات طويلة لم يترك جانبا من جوانب الحياة في العراق إلا ودخلها يصل ذروته اليوم مع صراع انتخابي تحشد له كل الإمكانات لتكون الوسيلة الفاسدة في خدمة الغاية غير الشريفة وفقا لوصف مراقبين وشهدت الأيام القليلة الماضية تنافسا واسعا بين القوى والأحزاب استعدادا للانتخابات المقررة في العاشر من الشهر المقبل وسط اتهامات متبادلة بإخضاع موارد الدولة لمرشحين وأحزاب معينة وتتضمن أبرز مظاهر هذا الاستغلال استخدام سيارات ومطابع وموظفين للمرشحين المسؤولين في الوزارة أو المؤسسة الحكومية يضاف إليها تسخير إمكانيات المؤسسة أو الوزارة لإقامة مشاريع أو افتتاح خدمات يتم تجيرها لصالح مرشح معين في وقت يفترض أن تكون خدمات حكومية طبيعية ووفقا لمسؤولين في مفوضية الانتخابات فإن لجان الرصد سجلت خلال 72 ساعة فقط أكثر من 40 مخالفة انتخابية تضمنت استغلال موارد الدولة في حملات مرشحين ينتمون لقوى سياسية أو يشغلون مناصب في الحكومة ويؤكد النائب محمد الخالد أن هناك الكثير من الإعلانات بكلف مالية كبيرة جدا تحتاج إلى موازنات دول للقيام بها وهو ما خلق تفاوتا كبيرا لصالح الأحزاب المتنفذة التي استأثرت بأموال البلد وسخرتها لصالحها مشددا على أن استخدام موارد الدولة في الانتخابات لا يختلف عن تزويرها لم يقف الفساد الانتخابي عند هذا الحد فالتحذيرات التي أطلقها الكاظمي من محاولات لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض توضح المستوى الذي وصلت له العملية السياسية رغم كل دعاوى الإصلاح والتغيير الذي ما زال الكاظمي وشركاؤه يرددونها لتفادي المقاطعة الشعبية بالمال السياسي الفاسد والسلاح المنفلت التي يريد هؤلاء أن يبقوا على نظام سياسي بدأت دعائمه تتهاوى بينما تواجه بعثة الأمم المتحدة كل هذه الخروقات بحالة من الصمت المطبق لتواصل دورها كشاهد زور على انتخابات تريدها أن تجرى بغض النظر عن نزاهتها أو ما ستسفر عنه من نتائج مشوهة